موسيقى مدبولي يتابع موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير ويشدده على الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسر على همشي فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفراقية شكري يشاركوا في اجتماع لجنة الرؤساء الأفارق المعنية بتغير المناخ أسطول البحر الأسود الروسي يجري عدة تدريبات في شبه جزيرة القرم الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم شدد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من أعمال تنفيذ المتحف المصري الكبير وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ذلك خلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد مدبولي على الاهتمام بجودة التنفيذ وأشار رئيس الوزراء لأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية في مشروع المتحف المصري الكبير خاصة فيما يتعلق بالمبنى الخاص لمراكب الشمس وكذا متابعة تجهيزات الخاصة بعرض القطع الأثرية وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحفة بما يشمل تطوير مطار سفينكس وأعمال محطة طي متر الأنفاق بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر أكد وزير الخارجية سامح شكري سعي مصر الدائم للتحدث بصوت إفريقيا وتطلعاتها لمواجهة تأثيرات التغيرة المناخية وذلك خلال صدافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ الأممي في نوفمبر القادم جاء هذا خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ والمنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أذي سبابا على همشي فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي كما أشار شكري إلى خطورة استمرار ضعف تمويل المناخ الذي تستفيد منه الدول الإفريقية ومحدودية قدرتها على الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التداعيات السلبية لتغير المناخ وعلى همشي مشاركته في القمة الإفريقية الخامسة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا التقى وزير الخارجية سمح شكري بعدد من نظرائه الأفارقة وأجرى شكري مباحثات مع نظيرته السنغالية إستاتالسال كما بحث شكري مع وزير خارجيات مطغشقر باتريك راجولينا سبلة تعزيز العلاقة الثنونية بين البلدين الشقيقين والموضوعات محل الاهتمام المشترك كما أكد شكري خلال لقائه مع وزير خارجيات السمال على الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين والنظر في سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات على هامش فعاليات القمة أيضا التقى سمح شكري وزير الخارجية مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوكدانوف وكتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أكد رئيس السومالي محمد عبدالله فرماجو أن حركة الشباب الإرهابية تشكل خطرا على إفريقيا مشددا على ضرورة توحيد خطط مجلس السلم والأمن لمواجهة التهديد الذي يشكله إرهابي الجماعة المتشددة وخلال كلمة ألقاها بالدورة الخامسة وسلسين لقمة للتحدي الإفريقي أوضح الرئيس السومالية أن الحكومة الفيدرالية في السومال ملتزمة بتحمل مسؤوليات أمنها القومية وأكد الاستعداد التام لتنفيذ الاتفاق الذي تم توصل إليه بين الحكومة السومالية ومجلس السلم والأمن الإفريقي في يناير الماضي وضف أن السومال قطع أشواطا كبيرة في السنوات الأخيرة على صعيد الأمن وإعادة بناء الجيش وإضعاف إرهابي حركة الشباب ونتيجة لذلك فأن السومال الآن بصدد تحمل المسؤوليات الكاملة عن أمنه القومية أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمغرب الشقيق حكومة وشعبا في وفاة الطفل ريان والذي أثار على مستوى العالم شجبا إنسانيا وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية دعمها الكامل للمغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم والذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا كان الطفل ريان البالغ من العمر خمس سنوات قد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد خمسة أيام من سقوطه في بئر عميقة رغم الجهود المبذولة لإنقاذه ريان طفل مغربي في الخامسة من عمره خطف أنظار وقلوب البشر حول العالم واحتل عنوين الأخبار القصة بدأت يوم الثلاثاء الماضي عندما سقط الطفل المغربي الصغير ريان في بئر بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون مما استدبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام العالم وعلى الرغم من صعوبة عملية الإنقاذ إلا أن الأمال ظلت قائمة لإخراجه حيا حيث باشرت فرق الإنقاذ منذ الأربعاء عملية معقدة للوصول إلى الطفل وجهتها عدة صعوبات أهمها طول البئر البالغ نحو 32 مترا ومحيطه الذي لم يتجاوز 50 سنتيمترا في جزء كبير منه بمرور الوقت كانت فرص ريان في الحياة تناقص وجهود العمال تتزايد وسط مخاوف شديدة من انهيار البئر على الطفل الصغير فكان عمال الإنقاذ في صراع شرس مع الزمن الجهود تنوعت ما بين استخدام التكنولوجيا تارة واللجوء لحلول يدوية تارة أخرى بسبب حساسية التربة المحيطة وخشية تعرض ريان للأذى صور الطفل الصغير حطمت قلوب البشر حول العالم ولاقت تفاعلا كبيرا حيث لم يكن هناك في الأيام الماضية صوت أعلى من صوت الدعاء لهذا الطفل الصغير وبعد معاناة وصراع مع الزمن تمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من انتشال الطفل الصغير ولكنه كان للأسف جثة هامدة قصة جاءت في وقت حساس أكدت أهمية التضامن الإنساني في مواجهة الكوارث قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القذمي إن سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إذا الجرأم النكرى التي تهدد السلم والاستقرار وضف القذمي في بيان أنه وجه بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تقعصهم عن أداء وجباتهم أو عن تنفيذ أوامر القبض وأشار القادمي إلى أن محافظة تميسان الجنوبية قد شهدت في الأونات الأخيرة تكرارا للعمليات الإجرامية المنظمة وآخرها جريمة اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي واغتيال الضابط في وزارة الداخلية شهيد حسام العلياوي وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانيم برفقة وفد أمني إلى محافظة ميسان وتأتي هذه الزيارة على خلفية اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي بهجوم مسلح أثناء تواجده قرب دائرة الكاتب في ميسان يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد حمل الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي وثم تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث الاغتيال قررت المحكمة للتحديات العراقية إيقاف إجراءات ترشيح وشير زيباري للرئاسة كانت المحكمة للتحديات قد عقدت جلسة بشأن ترشيح زيباري للرئاسة الجمهورية وقال مصدر قضائي لوكلة الأنباء العراقية إن الجلسة تضمنت مناقشة تداولية بشأن الأمر الولائي الخاص بترشيح زيباري إذكروا أن هذه الجلسة تصبق جلسة يوم غدا المقررة في 7 فبراير الجاري والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق تدمير وكر إرهابي وضبط كميات من المواد المتفجرة لعصابات داعش الإرهابية في مناطق حزام بغداد وفي بيان لها ذكرت الخلية الأمنية أنه تم ضبط 6 صواريخ كاتيوشا وأربعة قنابل هون ومخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية كما جرى ضبط وكر لعصابات تنظيم داعش الإرهابية وتم تدمير المواد التي وجدت فيه بالكامل أعلنت القوات الأمنية في العراق عن انطلاق عملية تفتيش واسعة الشرق محافظة صلاح الدين شمالي البلاد وقالت وكالة الأنباء العراقية أن قوة مشتركة من الجيش العراقي والحجد الشعبي شرعت بعملية تفتيش واسعة في منطقة حاوي العظيم شرق محافظة صلاح الدين بحثا عن فلول تنظيم داعش الإرهابي وتدمير مخابئه وفي محافظة نيناوة أعلنت خلية الأعلام الأمنية القبضة على أربعة إرهابيين في رابعة غربية نيناوة بحث الرئيس الصيني شي جانج فانج مع الأمين العام للأم المتحدة أنطانيو جاتيرش في العاصمة بكين تطورات جائحة كورونا وأوضح تليفزيون الصين المركزي أن الرئيس الصيني أبلغ جاتيرش خلال الاجتماع يلا بكين أوفت بالفعل بالتزامها بتقديم ملياري جرعة من لقاحة كورونا للعالم كما أعرب عن دعمه القوي لهدف الأمم المتحدة المتمثل في تطعيم 70% من سكان العالم بنهاية عام 2022 مشيرا إلى أن الصين ستزيد من مساعداتها للدول النامية بحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدراس أدهانوم مع رئيس الوزراء الصيني لي كيت شانج التحقيق المتعثر حول منشأ وباء كورونا جاء هذا اللقاء على هامش زيارة مدير منظمة الصحة العالمية إلى بكين بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 وأكد هادهانوم ضرورة بدل جهد كبير على صعيد التوزيع المصنف والمنصف للقاحات هذه السنة من أجل تطعيم 70% من سكان العالم أعلن فريق العمل الحكومي والمعني بمكافحة كورونا في روسيا تسجيل رقم قياسين جديد في عدد الإصابات وذلك مع استمرار انتشار متحور أوميكرون وسجلت سلطة روسية أكثر من 180 ألف إصابة إضافة إلى 661 وفاة مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع العشرين الماضية قال رئيس الوزراء الأسترالي سكات موريسون قال إن قرار إعادة فتح حدود البلاد أمام سياح الدوليين قد لا يكون بعيدا وضيفا أن البرلمان سيناقش الأمر هذا الأسبوع يذكر أن أستراليا أغلقت حدودها في مارس من عام 2020 وقامت بإعادة فتح الحدود بشكل متقطع في الأشهر الأخيرة ما سمح بدخول مواطنيها والمقيمين والمهاجرين والطلاب الدوليين وبعض العمال الموسميين وذلك على الرغم من استمرار انتشار سلالة أوميكرون شديدة العدوى بشكل كبير فقد استكرت حالة دخول المستشفيات والوفيات أفادت مصادر إعلامية كندية بأصابة أربعة أشخاص دهستهم سيارة ربعية الدفع استضمت مع حج من المتظاهرين ضد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بمقاطعة مانيتوبا وتمكنت وحدات الشرطة من القبض على السائق سريعا ولم يتم حتى الآن الكشف عن دوافعه لكنه قال إن تصرفاته لم تكن مرتبطة بموقفه من المظاهرات وتشهد العديد من المدن الكندية منذ 29 يناير مظاهرات حاشدة ضد القيود التي فرضتها الحكومة لحتوى انتشار فيروس كورونا أعلن وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينغ دعمه لرئيس الوزراء البريطاني باريت جونسون في الأزمة المثارة بسبب خرقه قوعد إغلاقات جاعة كورونا حدى وشدد وزير الأعمال البريطاني أن استقالة جونسون ليست أمرا حتميا ويواجه جونسون أزمة منذ ثلاثة أشهر ويطالب بعض نواب الحزب حزب المحافظين باستقالته في عقب إقامته لحفلات في مقر إقامته أثناء ضروة الجائحة قدم جونسون اعتذارا بسبب حضوره لحفلا في مايو الماضي أفادت الخدمة الصحفية الأسطول البحر الأسود الروسي أن وحدة الأسطول المنتشرة في شبك زيرة القرم أجرت تدريبات لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وأكدت أن أطقم القتال في المواقع عملات على إنشاء اتصال مرئي وإلكتروني مع الأهدف المخصصة وتوفير التوجيه الملاحي للسفن التي تؤدي المهام المكلة إليها في البحر وتضمنت تدريبات مواقع رادار ثابتة والمتحركة لأسطول البحر الأسود أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن فرص الحل الدبلوماسية أكبر من احتمال التصعيد العسكري كانت الرئاسة الأوكرانية قد أفادت بأن الرئيس الأوكراني فولادمير زالنسكي سيجري محادثات مع المستشار الألماني آلف شالتس في تركييف في الرابع عشر من فبراير الجاري وأكد الرئيس الأوكراني أن ألمانيا هي أحد الشركاء والحلفاء الرئيسيين لأوكرينيا وتلعب دورا مهما في الوساطة وذلك في إطار صيغة نورماندي هذا ومن المقرر أن يتوجه المستشار الألماني إلى موسكو في الخامس عشر من فبراير الجاري ومن جهتها استبعدت وزيرات الدفاع الألمانية كريستين لامبرياخ تحتمال توريد ألمانيا أسلحة لأوكرينيا موضحة أن الحوار حول تسوية الأزمة الأوكرانية لا يزال مستمرا وأوضحت الوزيرة الألمانية أن بلادها تتمسك بموقف واضح ينصع العدم توريد أسلحة إلى مناطق الأزمات وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية أن مهمة برلين حاليا هي تخفيف حدة التوتر بهدف تسوية النزاع بطريقة سلمية أعلن مسؤولون أمريكيون أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد بأن روسيا تكثف من استعدادتها لهجوم واسع نطاق على أوكرينيا والنوبات لديها فعليا سبعين في المئة من القوة اللازمة لتنفيذ هذه العملية من جانبها تنفي روسيا أي نية لديها للهجوم على أوكرينيا وتشدد طول الوقت على أنها لا تريد سوى ضمان أمنها تطورات متلاحقة تشهدها الساحة على الحدود الروسية الأوكرانية بعد أن حشدت موسكو نحو 110 ألاف جندي على حدود كييف مسؤولون أمريكيون قالوا أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن روسيا تكثف استعداداتها لهجوم واسع نطاق على أوكرينيا وأنه بات لديها فعليا سبعون في المئة من القوى اللازمة لتنفيذ هذه العملية ووفقا لهؤلاء المسؤولين يمكن أن تمتلك روسيا القدرة الكافية للشن الهجوم في غضون أسبوعين مشيرين إلى أن كل الخيارات ممكنة أمام موسكو بدءا من الهجوم الجزئي لمنطقة دونباس الانفصالية إلى الهجوم الكامل وتعتقد الاستخبارات الأمريكية أن النزاع ستكون له كلفة بشرية كبيرة حيث قد يسبب مقتل ما بين خمسة وعشرين وخمسين ألف مدني وما بين خمسة ألاف وخمسة وعشرين ألف جندي أوكراني في مقابل ما بين ثلاثة ألاف وعشرة ألاف جندي روسي إضافة إلى تدفق ما بين مليون وخمسة ملايين لاجئ خصوصا إلى بولندا من جانبها أعلنت موسكو عن منورات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا حيث حشدت كتائب عدة شمال كييف وفي منطقة بريست غير البعيدة عن الحدود البولندية لكنها تنفي أي نية لديها للهجوم على أوكرانيا وتشدد على أنها تريد ضمان أمنها فحسب هذا وتتخوف روسيا من انضمام أوكرانيا التي ترتبط معها بحدود مباشرة إلى حلف الناتو وهو ما تراه موسكو تنصولا غربيا بعدم التوسع شرقا وذلك بإمكانية نشر أسلحة هجومية لدول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا تظهر المائة في شوارع وسط مدينة مينافوليس بولاية منيسوتا الأمريكية مطالبين بالعدلة في حدث قتل الشرطة بالرصاص شابا زي بشرة سوداء خلال مدهمة شقة الأسبوع الماضي وفي اليوم التالي لقتله بثت الشرطة لقطات مصورة للمدهمة أظهرت أن الشاب كان يحمل مسدسا قبل لحظات من مقتله وقالت الشرطة أن أفرادها كانوا ينفذون أمر تفتيش مفاجئ يسمح للشرطة بدخول المنازل دون تنبيه قاطنيها أولا أو الإعلان عن وجودهم يتوجه الناخبون في كوستريكا اليوم لصنديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختير رئيس للبلاد ويختار الناخبون بين عدد قياسي من المرشحين يبلغ 25 مرشحا وفقا لاستطلاعات الرأي وذلك بجامعة كوستريكا ووفقا لهذه الاستطلاعات فإنه ليس من المطاقع فوزأيا من المرشحين الرئاسيين بأكثر من 40% من الأصوات وهو الحد الأدنى اللازم لتجنب جولة الإعادة هذا ومن المرجح أن تفضل انتخابات إلى جولة ثانية في أوائل إبريل القادم ذكرت وثيقة للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية واصلت منذ عام تطوير ترسانتها النووية وقدراتها صاروخية رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها وذكرت الوثيقة السنوية التي أرسلت إلى عضاء مجلس الأمن أن الهجمات الإلكترونية خصوصا على أصول العملات المشفرة تبقى مصدرا مهما للإرادات لحكومة كوريا الشمالية انتقد المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية إيريك زمور المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة وخلال تجمع الانتخابيين في مدينة ليلة الفرنسية اعتبر زمور أن شمال فرنسا يمثل أيضا منطقة تعد المعونات فيها إهامة واعدا بمعالجة تدني الرواتب وأعرب عن أمله في التفوق على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الانتخابات والتي ستنظم في إبريل القادم تعحدت المرشحة الرئاسية الفرنسية زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان بأنها ستصحب فرنسا من الناتو في حالة فوزها وأوضحت زعيمة الجبهة الوطنية أنه يجب القيام بهذا حتى لا أحد يجر فرنسا إلى سرعة خارجية ما زلنا في الشأن الفرنسي حيث أمرت الدولة الفرنسية بفتح تحقيق بعد أن نشرت منظمة بيئية تسجيلا مصورا لكمية كبيرة من الأسماك النافقة تطفو على سطح مياه المحيط الأطلسي والقريبة من الشواطئ الفرنسية وقالت وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية قالت أنها أصدرت أمرا لهيئة مراكبة الصيد بالتحقيق في الأمر وأظهرت لقطات جوية عدة ألاف من الأسماك النافقة تطفو في كتلة قبالة سواحل جنوب غرب فرنسا لقي أربعة مواطنين سوديين ودليلهم النمسوي مصرعهم في انهيار ثلجي بالقرب من الحدود النمسوي السويسرية وقالت الشرطة النمسوية أن ثمانية أشخاص صلقوا حفهم في سلاث حوادث منفصلة في ولايتي فرار البرج وتيرول الجمعة الماضية فيما توفي شخص آخر أمس السبت في انهيار جليدي في تيرول وحذر المسؤولون المتزلجين الذين ينجذبون إلى جبل الألب وسط أشعة الشمس من أن الهزات الطفيفة قد تؤدي إلى الانزلاق السلجية لقي ثلاثة وعشرون شخصا مصرعهم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرتس بسبب تعطيم كوكايين يحتوي على مادة سامة وقالت الحكومة إن معظم الضحايا لقوا حتفهم داخل منازلين أو في الشوارع قبل تلقي الرعاية الطبية هذا ولم تتعرف السلطات على المادة السامة المستخدمة لكن خبراء في السموم يشتبهون في وجود مادة أفيونية قاتلة بجرعات عالية عثرت الشرطة المكسيكية على عشر جسد ملقى في شوارع بلدة في ولاية زكاة كاس في مؤشر على نزاع إقليمي بين عصابات المخدرات المتلافسة كما تلقت السلطات بلاغا يفيد بوجود ست جسد معلقة داخل مستودع في بلدية منفلو ناتيرا على بعد 120 كم جنوب شرق فريسنيلو فيما يرجح أنه مرتبط بعصابات المخدرات يذكر أنه أعمال العنف تزاعدت في ولاية زكاة كاس على مدار العام الماضي مع تكرار تدلي بعض الجسد من الجسور والأمكان العامة إلى ملف حياة كريمة حيث شهدت محافظة الوادي الجديد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ومحافظ الوادي الجديد محمد الزمنوط وتشمل المشروعات إطلاق مبادرة وقف النخيل في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة كما تشمل المشروعات افتتاح جمعية رعاية الطلاب وعدد من دور الحضر أشهد محافظة الغربية طرق رحمي بمدى تقدم الأعمال في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتة داخل قريتي نخطاي وتفهمنا العزبة كربت الأعمال على الانتهاء في عدد من القطاعات على رأسها المجمعات الخدمية والزراعية والبيطرية والمدارس واقتربت نسبة تنفيذ المشروعات بقرى زفتة من 90% لفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة وشددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكمل طاقتها على مدر العام باختلاف فصول السنة ودون التأثر بدرجات الحرارة وأشرت الوزراء إلى أنه تم إنشاء مختلف محطات الطاقة الشمسية في مصر بمواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسية طوال أيام العام دون الارتباط بفصل معين مؤكدة أن انتج مصر من الطاقة الشمسية سجل نحو 4500 جيجاوات في ساعة عام 2021 بعد الانتهاء من تشغيل نحو 32 محطة شمسية أكدت وزارة الهجرة الحرص على إشراك المصريين في الخارج في جلسات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والمقرر نعقاده أواخر شهر مارس القادم وخلال لقاء مع عدد من رواد الأعمال في إطار مبادرة رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن هذه المبادرة تستهدف تعزيز العمق الإفريقي لدى مصر وفتح قنوات للتعاون فيما بين السوق المصرية والسوق الإفريقية بما يحقق زيادة الاستثمارات وجهت محافظة القهرة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكسيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب وقام محافظة القهرة خالد عبد العال بجولة المفاجأة بموقف عبد المنعم رياض لمتابعة التزام السائقين بعدم رفع تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجمعي السيرفيس وعدم وجود أي زيادة بها وشدد المحافظة على المواطنين بتقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة القهرة 15-4-9-6-114 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية شهد محافظ القهرة خالد عبد العال حفلة تسليم 21 عقدا موثقا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين الأوضاع القانونية وأشار المحافظ إلى أنه تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح سيسي بسرعة تقنين الأوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بالمنطقة بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين وإعداد مخطة عام استثمار يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم يوجه المنتخب الوطني في التسعة من مساء اليوم نظره السنغالية في نهائية كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ويسعى المنتخب الوطني لحظ اللقب الثامن في تريقه وسط مسيرة ناجحة في بطولة كأس الأمم الإفريقية من ترويع الأفيال الإفوارية مرورا بالتغلب على أسود الأطلس المغربية وصودا إلى ترويد الأسود الكاميرونية وإقصائها من كأس الأمم الأفريقية يتبقى لمنتخب الفراعين خطوة واحدة على حصد البطولة الأفريقية الغائبة عن القاهرة منذ إحراز بطولة عام 2010 في أنجولا المحطة الأخيرة في البطولة يواجه فيها لعب منتخبنا الوطني المنتخب السنغالي في تمام التاسعة مساء الأحد وسط رقب وطموحات كبيرة للتتويج باللقب الثامن في تاريخ الفراعين الذين لم يكن طريقهم إلى المباراة النهائية مفروشا بالورود قبل تحقيق إنجاز كبير بالوصول إلى نهاء البطولة مسجلا بذلك رقما قياسيا فأصبح أول منتخب في تاريخ القارة السمراء يخوض ثلاث مباريات مدتها 120 دقيقة قبل المباراة النهائية 630 دقيقة كاملة لعبها المنتخب الوطني في البطولة دون احتساب الوقت بديل الضائع قبل موقعة أسود الترينجا وسيرتفع رقم إلى 720 دقيقة على الأقل وهو رقم لم يصل إليه أي منتخب في تاريخ البطولة ما يعكس الإرادة الكبيرة والروح القتالية لمنتخبنا الوطني يعد الفوز بلقب الأميرة السمراء من خلال النهائي القوي بين مصر والسنغال أمرا غير عاديا وذلك في ظل صراع المشترك بين نجم ليفربول محمد صلاح وزميل هسنغالي سيد يوماني الطامح لتحقيق اللقب القاري الأول مع منتخب بلاده مشيري الكرام لمزيد من التحليل والتوضيح حول هذه المباراة الماراثونية كأس الأمم الأفريقية والمقام بالكاميرون ينضم إلينا عبر الهاتف الناقض الرياضي علي البحيري أستاذ علي أهلا بك على الشاشة التلفزيون المصرية أولا في البداية برحب بحددتك وبرحب بكل مجاهدي كابتن علي المتخب الوطني بيسعى من خلفه طبعا الدولة المصرية بكل أجازتها وكل المشجعين حتى في الوطن العربي ويمكن اللي شفناه على مدار هذه البطولة شيء يدعو للأمل والتضامن والفرحة العارمة والكبيرة بداية ما هي توقعتك لهذه المباراة وكيف يمكن للمتخب المصري أن يحصد اللقب الثامن أعتقد أن المباراة مصريية مباراة تاريخية مباراة كبيرة جدا للجيل ده من المنطقة بمصر للاستعاد الآيبة المصريية في أفريقيا من جديد بعد غياب سنوات في أفريقيا طبعا يمكن مصر تلعت من دور الستاشر في البطولة التي كانت على أرضها في البطولة لأبلها خصصة إزايا قدام الكاميرون يمكن مصر السنة دي عملت حاجات تاريخية إنها تلعب 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 مباريات مئة وعشرية ديات تتغلب على المستطيف وتتغلب على وصيف تتغلب كمانا على كوتفور منتخب من أقوى المنتخبات الأفريقية وتتغلب كمانا على متخب المغرب وأعتقد أن مشوار مصر كان مشوار صعب لكن لعيبة مصر رجالة جهاز فني محترم لعيبة فعلا على قد المسئولية فيه طبعا مكافآت كبيرة رعاستها إتحاد الكورة ووزارة الرياضة للعيبين وأعتقد أن اللعبة كلها النهاردة على قد المسئولية وإن شاء الله منتخب مصر يفرحنا ويأخذ اللقب الثامن في تاريخه بعد غيابة 12 سنة عشان تستعيد مصر مكانتها أفريقيا ثانية في كورة القدم كابتن علي يمكن شوفنا طبعا المشجعين المصريين بيؤذروا المنتخب المصري في هذه البطولة وطبعا كان واضح جدا جدا في المبارات الثلاثة اللي فاتوا التشجيع المصري القوي كان للتشجيع ده دور إيجابي بتشوف الدور ده إزاي؟ أكيد طبعا المشجعين مصري لما يسافروا من مصر اليويندي عشان يحتفظوا براية مصر في الكاميرون ويرجعوه نفسي اليوم ده طبعا بيبقى إرهاق على الجماهير لكن متحمسة الجماهير كان بتحفظ اللعيبة اللعيبة كلها أكيد أن يتواجدوا الكمور كان ليه عامل إيجابي جدا على اللعيبة أعتقد كل ماتش كان فيه ثلاث سيارات مصرية بتسافر للكاميرون تهزر النهاردة نعم أسمعك أسوز على التفضل الدكتور ميحة المليكي سفير مصر في الكاميرون عامين مجادات كبيرة جدا مع الناولة المصرية ومع شركة بريزنتيشن الرعي للكرى المصرية النهاردة فيه عشر طيارات مصرية أعطت للكاميرون أكتر من يعني مش هاده أقول أرقام أدي بسيأة أرقام كبيرة جدا مشاكين مصريين نهاردة في الملعب المباراة النهائية وأعتقد نهاردة يبريهم عامل إيجابي كثير جدا على المنتخب وأعتقد إن شاء الله منتخب مصر النهاردة قادمة مسئولية ويحسم المباراة ويخرحنا باللقب الثاني إن شاء الله طبعا بعيدا عن ما شهدناه في المباراة الأخيرة من ظلم تحكمي طبعا بنتمنى السلامة لمنتخبنا وحصوله على اللقب الثامن وعودة المشاجعين المصريين بأمن وبسلامة الله بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الكابتن علي البحيري شكرا جزيلا لحضرتك هذا وقد رصدت كاميرا تليفزيون المصرية توقعات الجماهير حول مباراة الليلة وفرص المنتخب في تحقيق البطولة إن شاء الله أتمنى كل التوفيق للمنتخب اللي هو بصراحة المنتخب أدى أداء كويس جدا بالرغم من الظروف مساعدتنا بس اتفاجئنا كلنا بأداء المنتخب إن ربنا وفقهم بالرغم إن احنا برضو واجهنا كتير من الأندية لها ثقلها القروي بالرغم إن كان فيه إصابات لكن ربنا وفقهم طبعا المنتخب المصري كلهم لعبة رجالة والشعب المصري كله وراهم ومنتظرهم إن شاء الله إن شاء الله بالعودة بالكاس في الحقيقة المنتخب كان عظيم جدا يعني المنتخب فجأنا واللعبة بتلعب كرجالة جدا وإحنا يعتبر بنلعب بالتبديلات أصلا بنلعب بالبودلة ورغم ذلك كان المنتخب كان عالي وإحنا بنتمنى التوفيق إليهم وبنبص برضو المستوام في الماتش اللي فات كان حالو هم بصراحة هقابلوا صعبات كتيرة يعني كمل تحديات اللي كانت في الماتش كبيرة لدرجة اللي إحنا كنا متوقعين اللي إحنا مش هنعدي قبل ما نلعب أصلا إحنا إن شاء الله هم فوز 1-0 وحيبقى ماتش صعب لإن برضو الفريت السنغال فرقة برضو مش سهلة بس إن شاء الله منتخب حيفوز إن شاء الله ومع ناس كواد كويس وأنا أتمنى من ربنا يوفقهم ويقف معاهم ويكرمهم ربنا إن شاء الله وطول ما إحنا مستعدين وبنقول يا رب ربنا بيقف معك جميعا والله التمنيات بإذن الله مصر هتكسب بطولة كانت مشرفة جداً للمصريين مصر عملت أقصى مفجوه ده إحنا عملنا متوشة كبيرة جداً وإحنا كان معنا السكواد بتاعنا ناقص كله نصهم ما كانوش موجودين ونصهم متصابين في الأول أكرمت صاب وجاله ربط صليبي وكذا بعد كده كذا حالة جات لنا بعد كده إصابات إن شاء الله أنا طبعاً مباراة ده مستنغال ونهائي طبعاً هتبقى صعبة ومباراة صعبة أكيد بس إحنا إن شاء الله بإذن الله العيبة بتاعتنا تأدي أداء كويس زي مباراة الكاميرون طبعاً ومباراة المغرب بصراحة قدينا فيها مباراة جيدة جداً أبنشكر العيبة وكلهم الحمد لله رجالة وجهاز فني على مستوى عالي الحمد لله يعني أثبت للناس أنه حسنا لاختيار من الاتحاد ومن الجهات المسؤولة يعني عن اختيار الجهاز الفني ده وإن شاء الله نتمنى التوفيق في اللي جاي إن شاء الله وإن شاء الله ربنا يكمل فرحتنا على خير إن شاء الله ومبارك لهم إن شاء الله هم راجعين بالكاس بإذن الله موسيقى 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 رصد مركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بمجلس الوزراء تقرير وكالة فيتش الخاص بصدرات المصرية الكيموية والذي أشار إلى أن انتاج قطع البترول كيمويات في مصر بلغى 3 ملايين و340 ألف طن خلال العام المالي 2020-2021 أوضحت الوكالة أن القطع حقق نموا في الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي وفقا لبيانات وزارة البترول وثروة المعدنية مشيرة لأن المشروعات الجديدة التي تنافذها مصر في قطع البترول كيمويات وعزز رغبة مصر في أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة النفط والغاز في ظل موقعها الاستراتيجية وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد يعني دكتور علي بعد التحية يعني قفزة هائلة شهدها قطع صدرات مصر من البترول كيمويات حيث حقق نموا في الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي وفقا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية إذن ما تعليقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الجهود الدولة تبزلها في قطاع الصناعة بشكل عام وبالأخص بالنسبة للصناعات السفاجية واللي الغرض الرئيسي منها بإذن الله أنها تكون لها مردود إيجابي على جعل مصر بإذن الله مركز قليمي لتجارة النفط والغاز في ظل أزم الطاقة بيعيشها الاقتصاد العالمي وفي نفس الوقت زي أن يكون لها مردود إيجابي على زيادة الإجمالي الصادرات وده جزء مهم جدا وناسج عن عديد من المشروعات اللي الدولة تحركت عليها خلال الفترة الماضية في قطاع البتركاميريات واللي كان من ضمنها المشروع الخاص بمشتركات الميسانول في السويس وكان فيه مشروع أيضا آخر في مجمع البحر الأحمر وغيرها من المشروعات اللي كانت فيها مردود إيجابي على زيادة الطاقة الإنتاجية للبتركاميريات واللي الدولة مستمرة في قهودها في هذه الصناعة بحيث أن احنا نقدر نوصل للإكتفاءة الذاتية واللي يكون عندنا فوائد بشكل مستمرة نقدر أن احنا ننافس بها في السوق العالمي وفيرت عليها مردود إيجابي على دخول عملة أجنبية للإقتصاد المصر وكمان إشادة تيكس سليوشنز بهذا الأمر هي كمان شهادة دولية مهمة جدا في هذا الوقت وبتلخص جهود سنوات إحنا بزنها في هذا القطاع اللي على فكرة يمكن في 2013 كان يعاني من كثير من التحديات والصحوبة الكبيرة في التعاون مع مستثمين أجانب أجانب في هذا القطاع بشكل عام لكن دلوقتي مع الجهود الدولة بزنها وفكرة المستثمرين سواء محليين أو أجانب والمشروعات الخاومية اللي الدولة بتقوم بها في هذا القطاع أكيد كان لي مردود إيجابي على إزياد حجم الهتاج وعلى الصدرات نعم الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد شكرا جزيلا لك أنهت البرصة المصرية عملات جلسة اليوم على صعود جماعي للمؤشرات وسط مشترايات للمستثمرين العرب والأجانب وسجل رأس المال السوقي لأسم الشركات المقادة بالسوق مستوى 752 مليار جنيه وسط تدولات كلية بلغت نحو 10 مليارات وأربعمائة مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 41 من 100% ليغلق عند مستوى 11686 نقطة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 51 من 100% ليغلق عند مستوى 2174 نقطة الارتفاعات امتدت إلى مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 58 من 100% ليغلق عند مستوى 3211 نقطة مزيد من المتابعة والتحليل حول أداء مؤشرات البورسة المصرية تنضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال الأستاذة حنان رمسيس أستاذ حنان بعد التحية وفي البداية رؤية حضرتك لأداء البورسة اليوم في ظل الارتفاع الجماعي لأغلب القطاعات داخل السوق سأر خير يا فندم زي ما حالك ذكرت كان فيه ارتفاع لقائمة تداول ولكن قائمة تداول الفعلية كانت نوعا ما قليلة ولكن التداول الإجمالي طبعا ارتفع وده بسبب أن كان فيه في الفترات اللي فاتت انخفاض للمؤشرات وانخفاض في أسعار الأسهم في العديد من المتعملين أعثروا أنهم يساولوا الملاك الشرائية ويعملوا تجميع في الأسهم سواء القيادية أو الأسهم العادية طبعا نحن عندنا في خلال جلسات الأسبوع ده في شركة المصرات الطبية الشركة دي بتدخل سيولة جيدة من خلال المتعملين أنهم يكتبوا فيها إنما المتعملين اللي قدامة بيضطروا أنهم يبيعوا أسهم متواجدة في المؤشر عشان خاطر يقدروا يخشوا في هذا الاكتتاب رغم من مبيعات الأفراد إلا أن برضو المؤشرات قدروا أنها تصمد وترتفع وتستقر في منطقة الخضراء إلى آخر الجلسة ده بيرجع لحاجة مهمة أن فيه إحنا من في انتظار نتائج الأعمال العديد من الشركات اللي فيها العديد منها محقق نتائج قوية ممكن تؤثر على أداء السهم المستقبل دي كانت أبرز اللقطات لكن على جانب آخر أستاذ حنان وأنت الضليعة والقراءة للتقارير الدولية في ظل ما نشهده حاليا من قراءات دولية متعمقة حول أسباب انتعاش وإنعاش السوق المصرية الوعدة في الجانب الاقتصادية وأيضا الاعتراف بصعود المؤشرات في وجهة نظر حضرتك لماذا توقعت المؤسسات الدولية وأشادت بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي من جائحة كورونا طبعا واضح جدا من الأداء الاقتصادية ومعادلات النمو اللي بتحققها الدولة إن هي مسامرة في أداءها كاقتصاد واعد قوي يقدر يقوم ويقدر أن هو يتغلب على كل المطال شفنا فوائد قبل حساب الدرائف العديد من الميزانيات إلى جانب موازل عامة للدولة محققها العديد من فوائد كان فيه الشعر الفتر الفاتد على ارتفاع مثلا الدولار مقابل الجنيه طبعا ده كلام غير صحيح بالمرة لأن طبعا شايفين أداء قلت السويس عودة السياحة وانتعاشها وتحقيقها لمستويات ما قبل جائحة كورونا ارتفاع عائد اللي هو تحولات الماكسين في الخارج فده كله بيدعم النقد الأجنبي وبيدعم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اللي هو متوقعه في الفاتر القادمة كمان زيادة في قوة الجنيه مقابل الدولار بانعكس ده على أداء البورصة لأن الاستقرار المالي بيقادي إلى استقرار اقتصادي بيقادي إلى زيادة في الاهتمام بالتدول في البورصة وده أدى إلى أن المؤشرات النهاردة كانت في منطقة الخضراء وأنها تفاعلت بالإجاب مع العديد من الجهود اللي بيقوم بها سيدة رئيسة إحنا عارفين أنه كان فيه أفصين كان فيه جانب من مباحثاته على موضوع سد النهضة يعني كل الملفات الشائكة اللي بيتخوف المواطن أو بتخوف المستثمر أنه هو يدخل الستثمر في مصر بتنتهي أو بيتحط لها الجدول الزمنية لإنتهائها وده طبعا بأسل إجابة على قدوم الستثمرات اللي بيتأتي إما مباشرة أو غير مباشرة بيتم تدول في البورصة الثانية السمار أو فيه أدوات الدين والإسرادات والإزود اللي بتصدرها الدولة نعم ويمكن زي ما ذكرت حضراتك كل الأخبار الإيجابية دي بيكون لها نعكاس قوي وكبير وإيجابي على مجمل التدولات في أوراق المالية شكرا جزيلا على كل أحوار ضيفتي الكريمة خبيرة أسواق المال الأستاذة حنان رمسيس كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك تتواصل فعاليات معرض القهر الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين وتقام العديد من الفعاليات الثقافية ضمن البرنامج الثقافي والفني للمعرض وللمزيد ينضم إلينا مراسل التليفزيون المصري محمود جميل محمود يعني ماذا عن الفعاليات والندوات الثقافية والفنية بالمعرض وماذا أيضا عن الإقبال عليه ونحن في إجازة نصف العام نعم أرحب بكم بالطبع من داخل معرض القهر الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين التي لازلنا نتواصل في تغطية فعاليات التي تستمر حتى غدا اليوم الحقيقة من خلال تجولنا قد يكون اليوم هو اليوم الأكثر إقبالا من الجمهور وهذا يعود إلى عدة أسباب كما ذكرتي إجازة نصف العام أدت إلى إقبال الجمهور بشكل كبير على الأجنحة المختلفة وعلى دور النشر المختلفة الموجودة داخل المعرض والسبب الآخر أيضا أن هناك عدد كبير من دور النشر بدأت في عمل تخفضات على أسعار الكتب الموجودة بعض هذه التخفضات وصلت إلى نسبة خمسين بالمئة فبالتالي الجمهور الذي لم يأتي إلى معرض قهر الدولي للكتاب يستثمر هذه الفرصة لأنه غدا سيكون اليوم الأخير أيضا الجمهور يأتي للتمتع ليس فقط بعملية شراء الكتب الثقافية والفكرية المختلفة ولكن أيضا استمرار الأنشطة الفنية والثقافية الموجودة منذ قليل انتهى العرض المصرحي الليلة الكبيرة الذي كان يقام لأول مرة في داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بالإضافة إلى بعض الفعاليات الفنية والفرق الموسيقية التي كانت تعزف منذ قليل أيضا بالإضافة إلى استمرار البرنامج المهني التي تعد وتقيم وتنفذه وزارة الثقافة هذا البرنامج سيشهد اليوم بعض الندوات سيكون هناك ندوة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وأيضا سيكون هناك ندوة أخرى للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فبالتالي يكون هناك إرث ثقافي وفني يتمتع به الجمهور الذي تخطى المليون زائر حسبما أعلنت وزارة الثقافة تخطى المليون زائر حتى الآن أيضا هناك عدد كبير من الأجنحة داخل المعرض تقدم بعض الخدمات الثقافية للجمهور نتحدث عن الجناح الذي تجولنا فيه اليوم وهو جناح مدينة الفنون والثقافة الذي يقدم ويحكي للجمهور عن هذه المدينة الثقافية الفكرية الهامة بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تحتويه هذه المدينة من متحف وسينما وأيضا يعني عرض مصرح للعروض الفنية والثقافية داخل مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية وهناك أيضا تمثال للكاتب الكبير نجيب محفوظ وبعض الشاشات التي تتحدث عن الكاتب وعن أيضا مدينة الفنون والثقافة فبالتالي الجمهور الذي يأتي إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب وهذا الإقبال الكبير الذي ترونه اليوم في الصورة التي ننقلها لحضراتكم اليوم هذا فضلا عن المنصة الإلكترونية التي يعني زاد عدد الزائرين لها أكثر من 86 مليون زائر هذه المنصة الرقمية التي تسهل على الجمهور الوصول إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال حجز التذاكر إلكترونيا بالإضافة لوجود بعض الخدمات الأخرى التي تقدمها بعض المؤسسات والوزارات كوزارة الصحة التي تقدم جناح عن أمراض النفسية وعلاج الإدمان نصائح لعلاج الإدمان وهناك جناح هام أيضا لوزارة السياحة تقدم من خلاله بعض المطبوعات وبعض التمثيل وبعض القطع الأثرية من مصنع كنوز تحكي وتؤكد للجمهور على الحضارة المصرية القديمة فبالتالي الأجانب الذين يزورون المعرض يجدون في هذا الجناح ما يتحدث عن مصر وما يتحدث عن الحضارة المصرية القديمة أيضا اليوم شهدنا البعض الناشرين العرب نتحدث عن أكثر من 200 ناشر عربي يتواجدون داخل المعرض فبالتالي فرصة كبيرة اليوم لمن لم يأتي إذن لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حتى الآن فعليه أن يبادر قبل انتهاء المعرض غدا الصورة اليوم تحكي الكثير إقبال ضخم وكبير من مختلف الفئات العمرية كنا نتحدث عن وجود أكثر من 75% من الشباب والأطفال اليوم رأينا كبار السن رأينا ذوي الهمم الذين يقدم لهم أيضا بعض التسهيلات على بوابات المعرض لتسهيل الدخول داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب ستستمر الفعليات حتى غدا في يومه الأخير بالعديد من الأنشطة والفعاليات سواء الثقافية أو الفنية التي يتمتع بها الجمهور المقبل على المعرض بإقبال ضخم وكبير جدا كما تحدثنا قد يكون اليوم هو اليوم الأكبر في زيادة الإقبال هذه هي الصورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين تلك الدورة المميزة شكرا جزيلا لك مراسل التليفزيون المصري محمود جميل